عندما يطلع لك خطزة كذلك على الشاشة، ستخيل أن تتحدث الأخبار من إله وتلاقي خطزة كذلك هذه أحد المشاكل التي بدأت تطلع مع مستخدمين الآيفون اكس أيضاً، البيكسل يجب أن يجب مشاكل في المساند الشخصي وهو أساس نفس جوجل جوجل تصنع الهاتف ومساعدها الشخصية على هذا الهاتف بالإضافة إلى تويتر وشوية تغييرات يمكن أن تكون مصيبة عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وستوديو زين أخبار جديدة نبدأها بأول خبر ومتجر علي بابا الإلكتروني يحقق أرباح خارقة جداً في يوم العزاب تصل إلى 25.3 مليار دولار عندهم يوم العزاب مثل البلاك فرايدي البلاك فرايدي يوم يوجد تخفيضات جداً كبيرة وكثير من متاجر العالم والمتاجر الإلكترونية على آخر شهرين من السنة تحاول تخفيضات خرافية بحيث أنها تستطيع تبيع كل الإستقات الموجودة وتحقق أرباح كبيرة تسكر فيها سنتها المالية نرجع لموضوع علي بابا أول ساعة ساعتين جاب المليار دولار بكل بساطة ولما كمل اليوم 25 مليار وهو الضعف الذي حققوا السنة الماضية لو جمعت البلاك فرايدي حقهم وأيضاً السايبر مندي مع بعض جاب الأرباح حقتها فشيء جداً مجنون تخيلوا من القواعد والقوانين الموجودة في المتاجر الإلكترونية هناك في الصين يحددون لك كم أيتم كم حاجة بضاعة كم شيء تستطيع تشتريه في السلة لك حدد محدد يعني 29 هذا حدك فتبغى أكثر تدفع لخدمة ليعطوك فيرتشول كارت نقدر نقول سلة مشتريات تخيلية بحيث أنه افتراضية بحيث أنه تستطيع تشتري أشياء أكثر والعزاب تدهروا في هذا اليوم لشراء الأشياء وبشكل جداً مجنون هذا يوم العزاب عندهم هو المشهور أكثر من البلاك فرايدي والسايبر مندي وهنيئاً لهم واضح أن التوجه للمتاجر الإلكترونية ضخم جداً وتخفيضاتهم أقوى بكثير من التخفيضات التي تحدث في المتاجر الفعلية فتخيلوا متجر إلكتروني يحقق 25 مليار دولار يعني 100 مليار ريال يوم واحد فواضح واضح أن المتاجر الإلكترونية ستقتل المولات وشيء واقعي وحقيقي وإذا تريد تعرف كيف سمونا لكم فيديو مع زين عن المتاجر الإلكترونية وهذه بالفعل ستقتل المولات أو لا وضع لكم الرابط أسفل هذا الوديو في الوصف فبكل بساطة سترى من خلاله الواقع الحقيقي والتوجه للأمام مع المتاجر الإلكترونية ننتقل على تويتر واسمك على تويتر صار يقدر يكون إلى خمسين حرف خمسين حرف تستغلها في وضع الاسم على تويتر يعني تضع اسمك الأوسط غير اسمك الأول والأخير وهذا التحديث يمكن الناس من وضع هوياتهم بشكل أفضل والتعبير عن نفسهم وأسمائهم بشكل أروق مور تمام ولكن تويتر وقفت عملية الفيريفيكيشن وتوثيق الحسابات مؤقتاً لأن هناك حسابات تتوثق هذه الحسابات أصلاً لأصحابها عنصرية فنوعاً ما كأنهم ينتهقوا الحقوق التي ذكروها هم يقولون أولاً أن هناك شيء مجنون وشيء كبير سيكون من ناحية فلترة الحسابات والآن يأتيوا ويوثقوا أحد الحسابات فواحظوا أنه عندما جاءهم انتقادات على توثيق هذا الحساب أو صاحب هذا الحساب بكل بساطة تويتر وقفت موضوع التوثيق على أساس أنها تزود من عملية الأمان أو تراجع أوراقها وأمورها ومن مراجعتها يرجع تويتر لعملية التوثيق ونعطيكم خبر إن شاء الله وين بلس فايف تي على طول يتسرب الجوال بشكل جداً غير متوقع عندما يأتي شخص يسوي المراجعة وبدل من ينزل المراجعة في الوقت الحقيقي ينزل المراجعة مبكراً فبكل بساطة انفضاح انفضاح الوين بلس فايف تي طلعت الخصائص وطلعت المزايا حق الجوال نفسه كثير من الناس لم يتحمسون على الخصائص والشيء التي طلعت ولكن يظل مسألة عدم التزام هذا الشخص خربت الأمور على كثير من الناس وخربت الفرحة وهذا اللي نجدها مع نفس التقنية مع الأجهزة يعني كلما جاء المؤتمر جديد قادم متشونقين له وتلاقي نفس الفضائع حق نفس الأجهزة والتسريبات تخرب علينا متعة المؤتمر نفسه فنذهب المؤتمر هناك وتلاقينا نتشوق لشيء ما طلع على التسريبات أو ما ظهر في التسريبات على أساس نقول نعم تسوى انك تذهب المؤتمر ولكن المهم التسريبات تعرفناها من الفايف تي وشيء ما يحمس تذكروا الباص الصغير اللي تكلمت عليه في حلقة ماضية انه صار تلقائي القيادة موجود في مدينة لاس فييغاس هذا الباص سوى حادث الحادث هذا ليس من خطأ نفس الباص ولكن من خطأ سائق المركبة الثانية بحكم انه لما سوى تحليل نفس الشرطة على المخطط السيارة والحساسات وشوى تلقائي القيادة من الأوامر التي طلعتها وايضاً نفس الشاحنة وانه نفس الشخص الذي كان يقود الشاحنة هو الذي كان لديه غلطان فالغلط طلع منه فهينا نقدر نقول انه نعم السيارات تلقائية القيادة أأمن وأفضل لأنها ما تلتهي زي البشر ولكن برضو ما ستبدلهم بشكل كامل ولكن ستسهل عليهم الأمور فالمهم الباص رجع للعمل بشكل جداً طبيعي ولا احد عطى خبر للحادث ولا احد تتكلم عن الحادث بشكل جداً كبير غير انه الباص اللي كان دوب وبادي من اول يوم سوى حادث ورجع يشتغل شكل طبيعي يعني ما اهم الناس انه صار حادث اصلاً ما احد جرح ولا صار شيلة احد يعني ضربة خفيفة ولكن يظل الناس تبغى السهولة في الأمور سامسونج في عام 2018 يمكن توصل الامفينيتي ديس بليز هذه الشاشة الجميلة اللي بالحواف هذه كلها تنتقل الى نفس فئة الـ A فحركة جداً جميلة من سامسونج انه نفس الشاشات اللي صارت موجودة على الجالكسي وفئة الـ S تنتقل للـ A وما ندري يمكن يوماً ما تنتقل لنفس فئة الـ J فبالطريقة هذه يقدروا ينقلوا كامل التقنيات اللي يطوروها تدريجياً الى كامل الفئات السعرية اللي موجودة عندهم في الكتالوج سيكون اي واحد يمكن يحصل على الامفينيتي ديس بلي بالقدرات المحددة الملزمة لهذه الفئة السعرية وايضاً ينبسط في التقنيات اللي هي بين يدينه موضوع الاستهلاك والاستخدام يتطور بشكل كبير مثلاً نحن رأينا انه سامسونج هي اللي يصير من عندها نفس الشاشات حقة الايفون وآيفون اكس وآيفون اكس صارت عليه مشاكل سنتكلم عليها لاحقاً من مسألة الخط الأخضر وين هو؟ دعونا نظر هذا هو الخط الأخضر الجديد الخط الأخضر يزعجك وانت تشعر انك دافع مبلغ وقدره على الجوال فانتظر لك خط تخضر وهذا شيء مزعج سوف نعطي التفاصيل فلاحق سوف نعطي التحليل من وجهة شخصية على هذا الخط وهنا نذهب البيكسل 2 البيكسل 2 قدم لنا تقنية جديدة من ناحية الكاميرا وهي الدمج OIS والEIS اللي لديكم الاثنين الموجودين ندمجوا مع بعض بحيث ان النتيجة النهائية تكون جميلة في الفيديوهات المصورة وقوجل طرحت على موقعها عينة من الفيديوهات الموجودة عن طريق نفس الـ EIS و OIS ودمجهم فنقدروا نقول ان مسألة تطور الجوالات ما تعني فقط انك تجيب جهاز جديدة وتقنية جديدة يمكن تدمج تقنيات مع بعض تنتج أشياء جميلة ولكن مسكين هذا البيكسل XL2 بالمشاكل التي تجيب في الشاشة ومع الشاشة والبرنامج والتحكم في الجودة والنوعية التي تطلع من المصنع بل انه مؤخراً نفس المساند الشخصي اللي موجود على جوجل عندك مشاكل لما تحاول تستخدمها عن طريق الهد ستس حقات البلوتوث تجد تتفاعل معها وتتعامل معها ستجد الموضوع في مشاكل في بقز وخربيض فأيضاً جوجل تحاول تحل هذا الموضوع فواضح ان السوفتور حقهم لم يكن جاهز او نقدر نقول اكانوا بكامل الهيئة او تهيئة لنفس البيكسل 2 رغم انه حتى الهاردوار الخربان يعني شو نقول ما بقى شيء فالله يعينهم ويستمروا الانتظار للجهاز عساسي من نفس جوجل وبشكل رسمي في المملكة العربية السعودية يتم الإعلان عن جائزة الإعلام الجديد اللي لها في الإعلام الرقمي وكل شيء قاعد يطلع على اليوتيوب والسوشيل ميديا فبإمكانك بالموقع الإلكتروني انك تدخل وترشح الشخص اللي قاعد ينتج محتوى كويس محتوى له اثر ايجابي ويأثر بشكل جداً رائع اضعت لكم الرابط تحت بإمكانكم ترشحوا براحتكم اللي قاعد يرشح يعطيه العافية وشكراً له على الترشيح اذا رشحني او اذا رشح اي من صانعين المحتوى اللي يعطوا شيء رائع شيء مفيد شيء كويس على اليوتيوب والشبكات الاجتماعية نتكلم على محتوى له اثر دائم محتوى له اثر ايجابي وايضاً محتوى ينقل لنا المعلومات من كل مكان في العالم مقاعدة لما علي انا وغير كثير من الناس يسووا هذه المهمة فالله يوفقنا اجمعين في مسألة الانسان اللي هو تأثيره ايجابي في شبكات التواصل الاجتماعي نأتي الآن للآيفون اكس وكامل الأخبار فأول حاجة عندما نتكلم على الخط الأخضر الذي طلع عندك على الشاشة الخط الأخضر هذا اللي يأتي هنا يأتي خط طويل على الشاشة مزعج لبعض المستخدمين وأكيد اي واحد سيشتري جوال 4000 و1000 دولار المهم مزعج لبعض المستخدمين ويطلع لهم على الجوال اول ما يشغلوا الجهاز زيارة لك الحمد كل الأجهزة حقات الاكس اللي شغلناها ما جاءتنا هذه المشكلة الى الحين المشكلة وصلت المملكة العربية السعودية في بعض الأجهزة أبل عندما تتواصل معهم بشكل مباشر يتوضح لهم المشكلة سيعطوك خيار استبدال الجهاز بواحد جديد وأيضاً عندما نتكلم على التواصل مع أبل عندكم رقم رقم بتواصل معهم سأضع لكم الرابط تحت رأي مشاكل مع أبل تصلوا عليهم خذوا راحتكم هم هنا عشان يساعدوكم فلما نتكلم على المشكلة هذه مزعجة أكيد مزعجة لبعض الناس أبل الى الحين ما صرحت بشكل رسمي عن هذه المشكلة وهل هي بالفعل في خلل ولا لا نذكر انه نفس الشاشات مصنوعة من شركة سامسونج وموجودة على الجوالات فما الموضوع ما هو سامسونج أبل سامسونج أبل لا الموضوع هي نفس التقنية والمشكلة وين هل هي في الهارد وير او في السوفت وير او في البرنامج التشغيلي والذي يوديني على الخبر الثاني وكثير من الناس الذين يرقوا جوالات الآيفون سيكس على نفس النظام الجديد الذي هو الـ 11.1 يوجدوا فيه مشاكل ويعلق عندهم الجهاز فنصيحتي للناس كلها لما تريد تسوي التحديث بكل بساطة حدث من خلال الآيتونز استخدم السلك الأصل الذي يأتي مع نفس الجوال لنسخة الجوال الذي ترقيه يعني قاعدة تسوي الترقية للآيفون 7 استخدم السلك الآيفون 7 8 بكل بساطة وبعدين يسالف على التفاصيل هذه فانت تسوي الترقية احرص على انك تسوي الترقية بشكل سليم من الآيتونز ستسهل عليك اذا انت متخوف خلاص لا ترقي اجل استنى شوي الان تأتي نسخة احدث او يمكن ان تحل هذا الخلال اذا انت على الـ 11.0.3 امورك طيبة امورك تمام ننتظر حل المشاكل هذه كلها موجودة في النظام التشغيلي والتحديث الاخير وبعدين نصير نقوم نأتي الى مسألة درجة الحرارة وبعض الناس اللي قلون ان في الجو البارد جداً والآيفون اكس لا يعمل تحت درجة الصفر وفوق درجة 37 درجة مئوية ويأتي الصيف ونرى كيف سيكون شغل الجوال الجوال بكل بساطة لا يعمل وللتوضيح في كثير من الاجهزة لا تعمل هذه عرفناها من اجهزة ابل باللوحيات بالذات عندما تقعد تضعه في السيارة وتمشي وتروح مشوار وتتطالع في الجهاز تشغله ويقول لك temperature is too high درجة الحرارة جداً عالية ونستطيع اشتغل وستنى الى ما يبغض الجهاز نضعها مثل نظام الحماية في هذه الاجهزة ونستطيع اشتغل بدرجة حرارة عالية وتضر نفس المعالج فهي ان نستطيع ان نقول من مبادئ الحماية للجهاز وجد نظر شخصية انك تجد جوالك ومن تستخدمه وطبيعة المكان الذي عايش فيه تحت 0 او فوق 37 لا هناك مشكلة يعني ايش يسوي ايش يدف جوالي او اشتري له ايش الرابع اساس اضعه فيه وقع استخدم الجوال براحتي فهنا ننتظر برضو التصريح الرسمي من شركة ابل وفيه لحظة فيه حاجة على الجوال زمان كانوا يضعوا مع نفس الارشادات التي تأتي بالايفون اكس يقولون لك انه هل الجوال يعمل في درجة الحرارة او الذي يظهر هذا الموضوع موجود في الموقف يريد ان نشيك على الموقع ونحط لكم درجة الحرارة في الحلقات الجاية فالمهم دعيك دائما مشترك وفعل زر التنبيهات وبنعطي الاخبار هذه اول بوض نروح لخبر ثاني مع الايفون اكس وقدر احد الاشخاص يضبط قناع يقلد في وجه احد الناس وقدر يفك الفيس اي دي الامان اللي موجود على الفيس اي دي قاعد يصبح له اختبارات وتحديات جدا كثيرة على اساس ان الناس تعرف له كويس مصداقيته وقوته ومقدار الامان اللي انت تقدر تعتمد عليه فالبصمة عارفين انا كل شخص له بصمة كل اصبع له بصمة امورك زي الفل عندما جابوا الفيس اي دي مع توائم لقوا انه نعم الجوال قدر يفكوا بكل بساطة التوائم وما قدر يفرق بينهم ايضاً عندما جاء الحين احد الاشخاص وسوى لكم وجه ثلاثي الابعاد مطبوع بثلاثي الابعاد وجه ممك عادي ما علي تفاصيل وجه طبع العيون بطابعة عادية سوى خشم من سيليكون وحط الأفن من طابعة عادية وحاول يركبهم بشكل منمك اذا رايق على نفس هذا القناع الذي طبعه بطابعة ثلاثيات الابعاد قدر يفك الفيس اي دي بكل بساطة والتجربة موجودة عندكم في الفيديو وتفاصيله تحت فهنا نستطيع ان نقول هل بالفعل الفيس اي دي هو من اأمن الاشياء التي موجودة؟ لم نرى اشياء كذلك مع البصمة لقنا بعض المشاكل ظاهرت مع نفس بداية موجة البصمات وما البصمات ولكن وجدنا أيضا الشركات تبدع بسرعة فتح البصمة بالإمكانيات الإضافية التي يضعوها مع البصمة فما بالكامل مع الفيس اي دي لما انا قاعد اشتري تطبيقات على نفس المتجر يجب ان اضغط زر التشغيل مرتين وبعدين يشوف الوجه وبعدين يتوثق اموري مثل الفل فنوعاً ما الخطوات زادت عشان التوثيق ولم تقل البصمة اضع بصمتك انتهينا هذه امور مثل الفل فنستنى ونشوف كيف قصة الايفون اكس والبصمة وهل سترجع لنا البصمة ام لا؟ لان الفيس اي دي ليس مرة تروق لكثير من الناس بالذات لبعض النساء اللابسين هجاب وبعض الشباب اللي تلاقيهم وجههم لا يضبط مع الفيس اي دي شخصياً اكثر من مرة لما اقوم منهم لا يضبط مع اي الاتون بلا انتظر قليلاً لما يهدى الوجه وشركة ابل تستحوذ ايضاً على احد الشركات لتخفيف من بروز الكاميرا فلو لاحظتم انه بروز الكاميرا في الجوالات كلها ينزل تدريجياً ومن جيل لجيل يضبطون فجأة جاء عندنا العشرة وفجأة طلعت الكاميرا بشكل كبير فمع كل الكلام الايجابي اللي قاعدين نقوله في منظومة ابل عن نفس العشرة الا يظل ان الكاميرا طلعت بشكل بشع الكاميرا زادت صار فيها بروز جداً عالي حاولت تضع الجوال على سطح فلات لا يضبط معها تلاقي انه الجوال قاعد تهرق لاني الامور ما هي جداً رائقة فاني نأتي انه يمكن استحواذهم لهذه الشركة على اساس تطوير منظومة سماكة نفس الكاميرا ما ننسى ان الكاميرا ايضاً قدمت لنا او اي اس ثناعي على كل الكاميرتين فهذا الشيء كويس فيمكن ان يطوروا انهم ينزلوا نفس البمب هذا شوية ومتجر ابل حالياً يتيح كل نهاية اسبوع تخفيضات على بعض التطبيقات المختارة بحيث انهم يرشح لك تطبيقات وهذه التطبيقات يحاولوا يمشوها اكثر من باب التسويق للتطبيقات وايصال بعض التطبيقات المميزة للمستخدمين وشيء رائق جداً كول لما تلاقي هذا الشيء موجود على متجر التطبيقات بالذات لما يسوي لك افرز ومو افرز يعني مثلاً هناك خدمات كثيرة من شركات تحاول تركز على خدمة المستخدم فلو رحنا على سامسونج سنلاقي ان عندهم شيء مؤخراً طلعوه وهو السامسونج كيو السامسونج كيو محتوى صوتي عندكم محتوى قراءة كتب جريد جريدة تقدر ان تنزلها بشكل يومي من هناك فعندهم محتوى جداً رائق موجود فهنا نأتي للشركات وتحاول كل واحدة تحط مميز لنذهب لسوني محتوى مميز نذهب لسوني لديهم سوني اكسبيريا لونج ومن اللونج نفسها كان بدايتها رائقة وينزل عروض وينزل تخفيضات جداً كويسة بل ينزلوا لك تطبيقات بشكل مجاني خرافي هذا الشيء نوعاً ما حالياً قل بشكل كبير مع سوني واضح او اتمنى انه يرجع بشكل كويس ونقطة اخيرة بأكون في الولايات المتحدة الامريكية بإذن واحد احاد وبجر موضوع الفيس اي دي في الشراء من المتاجر لانه مع البصمة كنا لازم نضع الجوال ويضع البصمة يتوثق من نقاط الشراء في الولايات المتحدة الامريكية فهنا كان الموضوع سهل الان مع الوجه وتبصيم الوجه ان تضغط الباور مرتين ويشوف وجهك بعدين تدفع لا ادري ان الموضوع جاء قليلاً معقد فألاقي ان الدفع من نفس الساعة حق ابل سيكون افضل ونذهب الى نهاية الفيديو ويعطيكم العافية على المشاهدة ولازم اعطوني لايك على الفيديو شكراً لكم اعطوني رأيكم في الاسئلة اللي قلناها عندكم الترشيح موجود اذا عندكم صانع محتوى تحبوه في موجودة المملكة العربية السعودية تقدروا ترشحوه بالاضافة الى لا تنسوا ان تشوفكم وتشوف تعليقاتكم وفيديو زين ايضاً عن المولات وهل سيتم قتلها من نفس المتاجة الالكترونية سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفركوا عتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته